واخراتها مع فلاتر ومكيفات السيارة على مية وخمسين ومتين بالوكالة وبعضها اغلاليه ما يحس للأبوان اربع خمس سيارات عند الباب لعياله ما بعد استقل له ماليا وخذي اصرف سبعمية وثمانية في كل تغييره لله دركم يا رابوان مصاريف هذي ما الهل لحلين الحل الاول ما عدا بيفلتر يعني وش بيصير بتخرب الثلاجة الداخلية بعد عدة سنوات من الغبار خلها تخرب تكلف التغيير الثلاجة عرخص من قيمتها الفلاتر على مدى سنوات طيب الركاب ينكتبون من الغبار وهذه وشي دي كم ما مع تلبسونها وقضينا لا تهور يا ابو عثمان تعوذ بالابليس اعوذ بالأحمن الشيطان الرجيم خلاص خلاص نروح لحل الثاني الحل نحول على التجاري كلها فلاتر حتى وهو تجاري غالي على ستين وعلى سبعين ارخص شي تلقونة وبكرتون يوم ما بثلاثين ولا باربعين ويوم من التجاري قدوا عندي طلبت من برا ما هو بسبعين وبثمانين وبستين بتنهبلهم من الأسعار هذا هو التجاري ولازم منه خمس طبقات وطبقة كربونية من جهتين بعد ها قطعتها عشانكم تستاهلون ها هذه طبقة وطبقة كربونية هنا ثم الداخلية ثم النفس اللي قبله شوي مكررة مرة ثانية خمس طبقات بخول بلاش ما اخذهم من متجر تطبيق تيك توك اضغط على المتجر ثم هنا تطعلك اكواد خصم اضغط استخدام في البحث اكتبوا فلتر مكيف شوفوا كم من اسعار 15 ريال هذا الان اشاري وبوكرتون هذا هو ب 12 ريال احيانا تلقى السعر مكتوب 26 ها زي هذا اللي فوق ما عليكم منه اذا خشيتوا يطلع على الخصم هذا هو ب 15 وعشان تشتروا النفس موديل سياراتكم فيه المقاسات لكن كيفها دي بنجي هنا لاحظوا مثلا هنا التويوتا جميع الموديلات والعسماء والليكسز كذلك وسيارات اخرى السيارة كمين معهم ارجع للخلف ورح لمفلتر ثاني ها يلا الهندا وغيرها من السيارات وهكذا عندهم خيار الدفع عند الاستلام وانصح فيه جودوا الدراهم يا مال الغنيمة محنا بنغرفها من البحر الترشيد وحسن تدبير المال يا اخوان ثقافة وليس بخل هذا هو خمس طبقات بس يا ابو عثمان فلا تروا الوكالة هزيا وما بخص يا ابني حلا رح يشتر منهم من اللي رادك انا هذا نهجي خلاص يا مال الغنيمة اشتركوا في القناة